اهلاً وسهلاً ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في جلسة الأسبوع إلى أعلى من مستويات 105 مع توقعات الأسواق لرفع الفائد النهائي بشكل أكبر مما كانت تتوقع لكن مع نهاية الجلسة ظهرت تصريحات لعضو الفيدرالي بوستيك بأن 25 نقطة أساس مرجحة في اجتماع الشهر الحالي أنصة الدهب سجلت بعض الارتدادات الإيجابية قرب المستويات النفسية 1800 دولار للأنصة مع تقلص توقعات رفع الفائد 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الحالي بينما سجلت تداولات الدولار الأسترالي تداولات عرضية في جلسة الأسبوع مع تباطئ التضخم السنوي من مستويات 8.4% إلى 7.4% بينما القراءة الأولية للتضخم على أساس سنوي في أوروبا سجلت ارتفاع في القراءة الأساسية إلى مستويات 5.6% والتي دفعت الأسواق لتوقع رفع الفائد بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الحالي بينما بتنتظر الأسواق عدد من البيانات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق في جلسة الأسبوع القادم بداية مع اجتماع بنك أستراليا لقرار الفائد من متوقع رفع الفائد بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 3.6% بسبب طبعا استمرار أرقام التضخم المرتفعة في الاقتصاد الأسترالي بينما في اجتماع بنك كندا متوقع أن يتم تثبيت الفائد عن مستويات 4.5% بعد 8 عمليات رفع فائد أما في أمريكا فستترقب الأسواق عدد من الأحداث المهمة بداية مع شهادة رئيس الفيدرالي جيران باول ومحاولة الاستدلال حول التوقعات للتضخم ودور التجديد السياسة النقدية وبكل تأكيد ستختتم الأسواق الجلسة الأسبوعية مع تقرير الوظائف من المهم متابعة حالة الوظائف بعد إضافة 517 ألف وظيفة في تقرير الشهر الماضي وأكيد معدل البطالة الممكن يسجل ارتفاع طفيف من 3.4% إلى 3.5% أما قراءة الأجور ستكون مهمة لمحاولة معرفة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم نبدأ مع تداولات الذهب كما لاحظنا تداولات الذهب سجل ارتدادات صعودية من مستويات 1805 المتمثلة بخط الاتجاه أو خط المتوسط المتحرك 155 على الفريم الأسبوعي لو انتقلنا وشفنا الذهب على الإطار الزمن الأربع ساعات نلاحظ تداولات الذهب عند مستويات المقاومة السعرية 1848 استمرار التداولات أدنى مستويات 1848 ممكن يفتح مجال تسجيل انخفاضات نحو مستويات 1827 مرة أخرى ثم مستويات 1815 اختراق مستويات 1847 بإغلاق شمعة أربع ساعات نلغي السيناريو الهبوط وممكن يسجل الذهب توجهات نحو مستويات 1863 ثم مستويات 1878 ننتقل لتحليل اليورو اليورو زي ما ملاحظين يتداول داخل نموذج الوتد الهابط إمكانية استمرار التداولات في رينجات الوتد الهابط واردة جدا مستويات 10.6 دولار 6 سنت مهمة جدا لتشكيل موجة ارتفاع بالنسبة لليورو صمود المستويات 10.6 قد يفتح الباب للصعود نحو مستويات 10.635 على المدى القصير ثم إمكانية وصول نحو 10.690 ثم 10.760 طبعا الاختراق لخط الوتد الصاعد أو الهابط الوتد الهابط أن الحد العلوي منه شرط أساسي لاستكمال أو تسجيل الارتفاعات بالنسبة لليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند بالداول عند مستويات الدعم السعري 1.19 إمكانية تسجيل ارتدادات صعودي نحو مستويات 10.50 واردة جدا ثم مستويات الـ 21 بالنسبة للباوند أما كسر مستويات الـ 1.19 قد يفتح الإمكانية الهبوط نحو مستويات الـ 18 أو 1.18 ثم 1.16 على المدى الأطول ننتقل لتحليل الـ YAN الـ YAN بتداول على المدى اليومي أدنى مستويات المقاومة السعرية 137.75 والمتوسطات المتحركة اليومي المتوسط المتحركة الـ 200 و 100 قد يشكل إمكانية تسجيل ارتدادات هبوطية نحو مستويات 135.15 ثم 134.30 ننتقل لتحليل الآن الأسترالي الأسترالي تحت موجة هبوط زي ما نحن شايفين بالفترة الأخيرة كنا تحدثنا سابقا عن نموذج Hidden Shoulders بالنسبة للأسترالي إمكانية استكمال موجة الهبوط واردة جدا نحو مستويات 0.66.60 ثم 65.85 بشرط طبعا استمارية تداول أدنى مستويات 68.80 بالنسبة للأسترالي أما الآن مع تحليل خام غرب تكساس النفط يتداول أعلى مستويات القناة السعرية الهابطة الحد العلوي منها إمكانية تسجيل موجة ارتفاع نحو مستويات 80.55 ثم 84.60 ممكن طبعا بشرط استمارية التداول أعلى مستويات 74.40 بالنسبة للخام غرب تكساس أما بالنسبة للداو جونز الداو جونز كنا تحدثنا سابقا عن مستويات الدعم السعري 32.470 ومستويات 34.285 زي ما نحن نلاحظين تداولات عرضية منها عدة موجات بين الصعود والهبوط بالنسبة للداو جونز ضمن المستويات التي تحدثنا عنها سابقا إمكانية تشكيل هبوط مرة أخرى نحو مستويات 32.640 32.470 واردة بشرط استمارية التداول أدنى مستويات 33.430 طبعا بناء على الموجات الأخيرة زي ما نحن نلاحظين سجل عندي هون في عندي lower low فممكن أن يكون في عنا إمكانية ميل سلبي بالنسبة للداولات الداو جونز طبعا زي ما ذكرت بشرط أن يستمر التداول أدنى مستويات 33.430 عودة واختبار مستويات 32.640 32.470 ثم إمكانية مستويات الهبوط إلى مستويات 31.740 هذا بالنسبة لجلسة الأسبوع أتمنى لكم تداولات موفقة ترجمة نانسي قنقر